قال المحدث قد أصبت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتاجي فضل الإله وعقوه إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال المحدث لازلنا مع القلب تلك المضغة النفيسة التي يتقاتل عليها الخصوم وعلى رأسهم رأس كل شر في العالم ألا وهو الشيطان فكل خصم من هؤلاء يسدد إليك سهما إنما يريد هذه المضغة وهذه المضغة هي مستودع الإخلاص في البدن وهي أيضا مستودع العقل أيضا لا يعقل المرء عن الله ورسوله شيئا بل لا يعقل أي خطاب من أي إنسان إلا إذا كان له عقل كما ذكرنا ذلك في المرة الماضية وذكرت في المرة الماضية أيضا أن مادة حياة القلب على الإخلاص هي الإيمان والإيمان له روح وله علامة وله ثمرة وطبعا المسألة ممكن تتشعب لأكثر من هذا لكنني سأحاول ألا أكثر من التشعبات حتى يستقيم المعنى في ذهن من يسمعه إذن أنا عندي الإيمان له روح وعلامة وثمرة أما روحه فهي المحبة وأما علامته فالذكر وأما ثمرته فطمأنينة القلب كل شقاء في الدنيا سببه أن هذا القلب مضطرب أنه خائف من غد كل الأمراض النفسية التي يعاني منها البشر سببها اضطراب هذا القلب والطبيب النفسي لا يملك إلا لسان فقط أنه يبعث الأمل لهذا اليائس يحاول أن يرفع من همته ولكن بكل أسف فإن أغلب هؤلاء أو كثيرا من هؤلاء الذين يدلون الناس على معاص الله سبحانه وتعالى إنما يزيدون من علتهم على نحو ما سأفصله إن شاء الله عز وجل عند ذكر ثمرة الإيمان طيب نرجع با إلى الروح إلى روح الإيمان روح الإيمان المحبة والإيمان بلا محبة لا يوجد أصلا لأن المحبة هي سبب كل حركة في العالم المحبة تبعث على إرادة ولا بد كل محب مريد وهذه قاعدة عند أهل التربية كل محب مريد والإرادة إنما مبعثها في القلب فلا يحرك الإنسان قدمه ولا يده ولا شيئا من حواسه إلا إذا أراد القلب ذلك فلذلك رأيت أن نقف قليلا أن المحبة أمرها طويل أن نقف قليلا حتى نبين المحبة والباعث عليها فاعلم أيها المسترشد باغ النجاح أن المحبة معناها ترك المخالفة ليس هناك محب مخالف على الإطلاق إنما تأتي المخالفة بسبب إما ضعف الحب أو انعدامه بالكلية فيصير المرء محبا لهواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فإن لم يكن الله عز وجل هو ذلك تبذل له ذلك الحب فليس هناك إلا الجهة الأخرى ألا وهي الهوى طيب ربنا تبارك وتعالى يأمر العبد أو يقضي على العبد فأما أمره ونهيه فهذا متعلق بمحبته يبدأ اسمها اسم الأمر الشرعي وعندنا شيء آخر اسمه الأمر الكوني القدري اللي هو متمثل في المصائب فمطلوب عبودية للأمر والنهي ومطلوب عبودية أخرى للصبر على البلاء والمصائب الأوامر والنواهي باختصار تجعل المؤمن في سجن كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ليه لأنه مقيد يريد الغنى والربى محرم عليه وسبيل الربى مبذول لو مشي في هذا الطريق صار غنيا يريد الزنى لأنه غير قادر على الزواج لكن الزنى حرام فهذا مغلق يريد أن يرث فيقتل صاحب المال وهذا طريق مغلق مقفول كل شيء تبعث عليه الشهوة فهو يريده لأن الشهوة دي إنما تتمشى مع أصل الخلق قال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ده أصل الخلق أنه ظلوم وجهول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جاهل فإن لم يكن هناك علم يسدده انطلق في حبائل الشيطان وفي خطواته إبقى إنسان أصله ظلوم وجهول وكما قال المتنبي والظلم من شيء من نفوس فإن تجد ذاعفة فلعلة لا يظلمه يعني ولا يظلم يعني تكرما منه إنما لا يظلم لأنه خايف أنه إذا ظلم سين من الناس يكون في واحد أكبر يعاقبه مثلا أو إنه عاجز عن إنه يضر خصمه مثلا عنده علة والسلام هذه العل إيه هي؟ العل له كثير والظلم من شيء من نفوس ده من شيء من نفوس يعني من أصل خلقها إنه كان ظلوما جهولا فبقدر ما يكون عنده من الوحي قرآنا وسنة يرتفع الجهل فإذا ارتفع الجهل ارتفع الظلم في مقابله وهو أي ظالم في الدنيا إيه سبب ظلمه؟ أنه جاهل أنه لا يعلم العواقب مر هشام بن حكيم وهذا حديث صحيح مر بقوم من أهل الذمة يعني ليسوا مسلمين وجدوا موقفين في الشمس ما باله هؤلاء؟ قالوا الله الوالي يعذبهم في الجزية الوالي قالوا أفهم في الشمس يحترقوا فدخل على الوالي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا طيب هذا الظالم عندما يظلم إنسانا آخر سببه أنه جاهل أنه فيه نار وأنه فيه عقوبة وأنه لا يتحمل أحد لفح النار قال الله عز وجل إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقاما وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وعزتك ما مر بيه نعيم قط ليه لأن الإنسان ابن اللحظة اللي فات مات دا كلام صحيح مئة بالمئة فيما يتعلق بالمعنى الذي أذكره اللي فات مات يعني سأل أي مريض الآن وهو مريض هل مر بك عافية قط؟ نسي طيب قام من مرضه فعوفي وبدأ يشتد في الأرض جيئة وذهابا يمين شمال طالع نازل هل مر بك بؤس قط؟ نسي خلاص في الإنسان ابن اللحظة وكل شيء فيه لحظة يعني الناس اللي عايشين حياتهم انت عايش ليه؟ عاش عشان يأكل ويشرب ويتمتع والكلام طيب أنا يعني عايز أعمل معك حسبة كده استمتاعك بالطعام يعني ممكن تمر على مطعم وتوقف كده قدام المطعم نفسك تاكل الأكلة دي خلاص لبست في دماغك دخلت قلبك عايز أكل الأكلة دي طيب إذا الأكلة دي مثلا ب100 جنيه 200 جنيه 300 500 رقم كبير وأنا ما عنديش ماذا أفعل؟ خلاص هشتغل بدأ يشتغل هنا وهنا وهنا وحاول يوفر مبلغ على جنب كده بحيث أنه يحضر المبلغ اللي هو يساوي الأكلة دي دخلت المطعم دفعت الفلوس كلت تعرفوا كم متعتك بالطعام هي مدة بقاء الطعام في فمك أول ما تبلعه خلصت طيب أنت بتقعد بقى عندما تأكل وتشتر ومش عارفه والكلام ده ولا بتزلط على طول وتخلص لا طبعا فيش حد يقعد بقى يعني عزاك والرازي البهيمة يقعد يشتر ورجع الأكل ويجيب الأكل والكلام ده لا هو بيأكل وخلص فالنهار ده أنا عايز أقول اللقمة الإنسان بيمضغها في فمك بتأكل كم ثانية تأكل لها خمس ثواني عشر ثواني الأكلة كلها على بعضها هيخل لفها نصف ساعة مثلا طيب لما جمع المبلغ ده جمعه في كام يوم أنا عزاك عرفك بس أنه اشتغل يعني مرمط لنفسه البقه ده كام يوم عشان يوفر مية جنيه ولا متين جنيه ممكن تفاجأ أنه على ملم المبلغ ده بقاله شهر بالشغل يعني ثلاثين يوم خمستاشر يوم عشرة أيام عشان يأكل أكل مدة استمتاعه بها ثواني معدودة هي مدة بقاء في فم مسألة صعبة جدا أي رجل من أهل البصر يأبى أن يكون كذلك السبب في كده أنه ظلوم وجهول والجهل مرتبط الظلم مرتبط بالجهل الجهل أصل والظلم فرع على هذا الجهل إذ لو كان عالما ما ظلم لذلك هذا أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل ليرفع عارض الجهل عن الناس فأول ما يستنير بنور الإيمان يرتفع عنه الظلم على طول يعني عندي فيه أوامر الأوامر دي سيرتني كالسجين لا أستطيع أن أفعل ما أريد فالدنيا سجن المؤمن وفي حديث عبد الله بن عمر بن عاص وفي مسند إمام أحمد ولكن إسنده ضعيف قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وسنته السنة اللي هي الجد المجاعة فإذا مات فارق الدنيا والسنة دخل بقى على ما يشتهد الجنة فيها كل شهوة تريدها وتحبها حتى ما لا يخطر لك أنا أقول لك حديث واقع في الجنة رواها الإمام البخاري رحمة الله عليه في ثلاثة مواضع من صحيحه في موضعين من صحيحه هتستغرب منها جدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أعرابي جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع عايز يزرع خلاص زي ما كان بيزرع في الدني فقال الله عز وجل له ألست فيما شئت يعني أنت مشغول مشغول بحور عين ومشغول بطعام وشراب ولدان المخلدون ما بيطلبش حاجة اللي في الجنة دا ما بيطلبش يشتهي فقط إذا أراد شيئا وجده أمامه وآخر واحد هيخرج من الجنة ويخرج من النار ويدخل الجنة ويذبح الموت بين الجنة والنار له مثل الدنيا عشر مرات عشر مرات الدنيا اللي هو خرج منها مش عارف يجيب شأة أربعين متر وربما قطع أرحامه وفعل وفعل بسبب أنه يكوش على حاجة مش بتاعته وأكل إخواته البنات وأكل ميراس مش عارف مين والكلام دا وأكل أموال اليتامة كل دا عشان يخد له مثلا فيلا يخد له ميت فدان يخد له أي حاجة من الكلام دا آخر واحد اللي هو يعني أنا نسأل الله العفية تشاوى في النار في بعض الطرق خارج الصحيحين أنه ظل أربعين سنة ينادي ربه قال رب قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني من النار فلما يخرج هذا الإنسان يؤتى بالموت ككبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم يزداد هؤلاء سرورا وهؤلاء غمة يقول له ألست فيما شئت كل حاجة عندك إيه الزرع اللي أنت عايزه يا قال له أنا عايز أزرع أحب أن أزرع أهي دي شهوة شهوة طالما اشتهى من تمام العز قال لا يرد له طلب لأن رد السؤال ذل خلاص فقال له دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فأول ما بذر رمى البذرة في الأرض بادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فصار كالجبال يعني أول ما رمى البذرة نبت وطاب واستوى ووصل إلى آخر مراحل النبات وحصدوا كمان ورسوا كده على بعضه حتى صار كالجبال رجل الأعراب اللي جالس يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لا تجده إلا قراشيا أو أنصاريا فإنهم يحبون الزرع أما نحن فلسنا أصحابه شوف يعني شهوة أهل الجنة حتى في مثل هذا اشتهى لا يرد له قول لا ترد شهوته جزاء وفاقة طب إيه الجزاء ده كان إيه حرمان في الدنيا ممنوع من أي شهوة تعرض له طالما النص وقف قال له لا قف إنه لا يجوز لك لا يحل لك فمهما كان المسلم منعما في الدنيا فهو في سجن بالنسبة لما يقول إليه حاله في الجنة كل حاجة في الدنيا كدر قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وأنا حبين لك بحزبة بسيطة كده الكبد ده إزاي يعني رغيف الخبز ده أنت عارف بيجي لك إزاي؟ شوف بقى ده رغيف عشان تعرف الكبد وتقيس عليه ما هو أعظم منه الفلاح بيفذر البذر وبعدين يتعاهد الزرع ويبتدي يدي له بقى مبيداته كماوي ومش عارفيه الحشيش أنا رجل فلاحه ويا ما نقينا حشيش في الأرض واشتغلنا فلاحيه وبعدين يبتدي يكبر شيئا فشيئا يتعاهده الدودة اللي مش عارفيه الكلام ده ويرش ويعمل ومتاع لحد ما كبر خد له ست شهور خد له ثمان شهور خد له أي مدة زمنيه وبعدين يحصده وبعدين يديه الجر وبعدين يدرسه وبعدين بقى أي دري يفصل بقى الغلة مثلا عن التبن وبعدين يبتدي يعبيه في شويلة وبعدين يخسله وبعدين يديه المكنة عشان يطحنه وبعدين بقى يفصل الدقيق ده العين الأولى التانية التالتة ويعني تطلع الرد ده ويطلع البتاع اللي ما يعمل منه علش السن والكلام ده وبعدين تاخده تعجنه وتخمره وتخبزه تمام وتاكله الرغيف ده مر بقديه يعني لحد ما وصل إلى فمك عذاب عذاب فأنت عندك أوامر ونهم كالبشاك وقال المحدث ظاهرة أنا حر دي ممنوعة اللي يقول أنا حر هذا فك قيد العبودية أنا حر دي باختصار معناها أنا منفلت دي معنى أنا حر لست حرا أنت عبد لك سيد آمر لا تستطيع أن تقول ما تشتهي ولا أن تفعل ما تشتهي وإلا خرجت من رداء العبودية واللي يخرج من رداء العبودية ده مشكلته كبيرة جدا جدا أنت عارف عشان يخرج من رداء العبودية هيعمل ايه؟ أنا أقول لك المحنة التي سيقع فيها هذا المنفلت نحن نعلم أن الدين ثلاثة كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه أبو هريرة وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم بحديث عمر قضي الله عن الجميع الدين إسلام وإيمان وإحسان مش جبريل عليه السلام قال له ما الإسلام وعدين قال له ما الإيمان وعدين قال له ما الإحسان الدين ثلاثة أنا عايزك بقى تنتبه معاي هنمثل الثلاثة دول بتلت دوائر متداخلة خلاص؟ يعني ده عدل إحسان وعدين عدل إيمان وعدين عدل إسلام خلاص كده؟ يبقى تلت دوائر متداخلة كل دائرة تود لختها فإن خرج من دائرة الإحسان وقع في الإيمان تمام؟ وإن خرج من دائرة الإيمان وقع في الإسلام وإن خرج من دائرة الإسلام هاي رح فين بقى؟ الفضاء الواسع هو الكفر بقى؟ يمشي على كيف وقد عبر سفيان الثوري رحمه الله وهو من أئمة الحديث والفقه والزهد رحمة الله على أبي عبد الله عبر عن هذا المعنى تعبيراً جيداً جداً عايز يعني أقول لك المنفلت يوصف المنفلت ويوصف الملتزم خلاص الناس رجلان منفلت وملتزم فقال إيه؟ وهو بيوصف الملتزم قال الحديث درج والرأي مرج فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت يعني الكلام ده قال لك اللي ماشي مع النص زي اللي نازل على سلم الدرج اللي هو السلم يعني وإنت نازل على السلم خلي بالك إذا رجلك فلتت هتنزل على دماغك فدي فيها موتة يعني أو فيها علة على الراجح وقد ينجو لكن عادة لابد أن يصاب بشيء يبقى الحديث يعني النص اللي بيلتزم بالنص زي اللي ماشي على السلم فلتت رجله ويقع على دماغه إنما الرأي أنا حر مزاجي رأي الشخصي حرية شخصية أفعل ما أريد ده في المرج المرج ده اللي هي المروج بقى اللي هي السهولة يعني يعني أرض منبسطة واسعة يمشي بظهره برحته يمشي بوشه برحته يمين برحته شمال برحته على كيف طالما أنه هواه والذي يحكمه خلاص انفلت فاللي عايزه يقوله بلا حياء واللي عايز يعمله يعمله أيضا بلا حياء والحياء والإيمان قرينان إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر اتنين مربطين من بعض مسكين من بعض كده ما ينفلتوش من بعض ما عندوش حياء يبقى ما عندوش إيمان ما عندوش إيمان يبقى ما عندوش حياء تمام فسفين ثوري عبر بهذا الكلام عن أو بيّن بهذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مسجون زي ما اللي ماشي على السلم مسجون بالدرجات معرفش المناطط كده نازل على البسطة لا ممكن يحصل له حاجة فمربوط بقى درجة بتؤدل درجة والتانية بتؤدل أختها والتالتة بتؤدل أختها مسجون إنما اللي في المرة دا برحته يمين شمال يروح على كيف لأجل هذا حض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الالتزام بالقول شوف قال إيه قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا أنت مش ملاحظة فيه فرق ما بين الطرف الأول من الكلام والطرف الثاني طبعا هناك فرق الفرق أن الطرف الأول فيه أمر الطرف الثاني في نهي ما أمرتكم وما نهيتكم بس خلي بالك من السياق ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم خلاص وما نهيتكم عنه وما نهيتكم عنه ما ألش فانتهوا لا لو أخذ رشفة واحدة لم يكن ممتثلة عاص ده ذا اللي شرب اللي زازب حالها كده بخلاف الأمر لأن الأمر عندنا يا واجب يا مستحب يا مباح واجب يعني ما طلب فعله من المكلف على سبيل حتم والإلزام ما ليكش اختيار نفذ دي اللي اسمها لإيه اسمها الواجبات لا خيار للمكلف أن يقول فيها نعم أو لا عفوا لا يقول فيها لا لازم يقول حاضر جاهز فأنت ممكن تقول لي طب افترض أنه غير قادر أقول ده الحكمة ثاني إحنا بتكلم في واحد محل للتكليف ما عندوش مشاكل مطلقة إنما تقول لي معزور أقولك الأعزار لها أحكمها خلاص ونحن إذا أردنا أن نتكلم إنما نتكلم على الفرض الكامل الذي هو عنده المحل قابل بدون أعزار نفذ امرأة أمرها ربها أن تحتجب تلبس الحجاب يعني تقول لا هذه عاصية ليه كسرت أمر الملك والله عز وجل لا يقال له لا لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا وقال المحدث نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين قال المحدث قد أصبت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتاجي فضل الإله وعفوه فليتخذ درب الرسول سبيلا أهل الظلالة قد آر صدورهم أن قد رأوا للسنة التبجيلا فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم والله يأبى فاتخذه وكيلا أهل الظلالة قد آر صدورهم